واشنطن تبدي استعدادها للحوار مع بيونج يانج وزعيم كوريا الشمالية يتعهد بجعل بلاده القوة النووية الأولى في العالم التحالف يشن سلسلة غارات على مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء والحديدة وإن كنتم تجدون صعوبة في الاستيقاظ لا داعي للقلق فهذا دليل على ذكائكم السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم نبدأ من آخر التطورات في الملف الأمريكية الكورية الشمالية إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية حول نزل أسلحتها النووية من دون شروط مسبقة وكانت الصين قد أخفقت في منع عقد الاجتماع السنوي الرابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية هذا وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن هدف بلاده أن تكون أقوى قوة نووية في العالم وفق ما أوردت عنه وكالة الأنباء المركزية الكوريا الشمالية كيم قال في خطاب ده أمام العاملين المشاركين في التجربة الأخيرة لصاروخ باليستي جديد إن الصاروخ قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة وإن بلاده سوف تتقدم منتصرة وتثب لتكون أقوى قوة نووية وعسكرية في العالم إذن التوتر الحاصل بين المجتمع الدولي وكوريا الشمالية ليس وليد اللحظة بل بدأت الأزمة بينهما قبل ثلاثة عقود خلالها لم تلتزم كيونغ يونغ بقرارات الأمم المتحدة ومعاهدة منع الانتشار النووي العالمي فكانت تجري تجاربها الصاروخية والنووية وشكلت خطرا وتهديدا على المستويين الإقليمي والعالمي الزميل لعطاء الدباغ يضعنا في أهم المراحل التي مرت بها أزمة كوريا الشمالية مع المجتمع الدولي لسنوات طويلة تمثل كوريا الشمالية تحديا لنظام منع الانتشار النووي عالميا لتطويرها برنامجا نوويا وصاروخيا ينتهك الالتزامات والمعاهدات الدولية فضلا عن تصديرها تلك التكنولوجيا إلى دول أخرى بهذا يحاول أعضاء المجتمع الدولي منذ ما يزيد على ثلاثة عقود وضع حد للقدرات النووية والصاروخية لبيونج يانج يستعرض معكم أبرز المحطات التي مرت بها أزمة كوريا الشمالية في الثاني عشر من آب أغسطس سنة 1985 وقعت كوريا الشمالية على معاهدة منع الانتشار النووي وفي الأول من آذار مارس سنة 1994 أجرى مفتشوء الوكالة الدولية أولى عملياتهم لمنشآت نووية في كوريا الشمالية ومن سنة 1996 إلى سنة 2000 عقدت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سبع جولات من المحادثات المتعلقة بالصواريخ لكن جميعها لم تثمر عن أي اتفاق بعد ذلك صعدت كوريا من ممارساتها اتجاه المجتمع الدولي وعطلت في كانون الأول ديسمبر سنة 2002 أجهزة مراقبة وكالة الطاقة الذرية على المنشآت وطالبت مفتشي الوكالة بمغادرة البلاد بعدها بعام فتحت كوريا الشمالية نيرانها على المجتمع الدولي فأعادت تشغيل مفاعلها النووية وأعلنت انسحابها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بعدها بثلاث سنوات عادت كوريا لحقل تجاربها فأطلقت سبعة صواريخ باليسية بينها صاروخ تايبوتونغ الثاني طويل المدى وفي التاسع من تشرين الأول اكتوبر من العام ذاته أجرت كوريا أول تجربة نووية لها تحت الأرض لم يتوقف التعنت الكوري الشمالي على إجراء التجارب بل كانت بين الحين والآخر تطلق تهديدات لدول الجوار خاصة كوريا الجنوبية التي هددت بضربة نووية في الرابع والعشرين من كانون الثاني يناير سنة 2010 وفي أعقابها وحتى سنة 2013 اقتصرت الأحداث على تحركات دبلوماسية مكثفة بين كوريا الشمالية والدول الكبرى من سنة 2015 إلى سنة 2017 أجرت كوريا نحو 12 تجربة لصواريخها الباليستية منها قصيرة وبعيدة المدى ومنها ما أطلق لأول مرة من غواصة في الثاني من آيار مايو من العام ذاته تم تشغيل نظام الدفاع الصاروخي ثاد في كوريا الجنوبية تحسبا لأي أفعال طائشة من جارتها الشمالية ومنذ بداية الأزمة وحتى يومنا هذا عقد مجلس الأمن 14 جلسة بشأن كوريا الشمالية وتجاربها الصاروخية والنووية ومرر ست قرارات ضد بيونج يانج ما زالت لا تلتزم بها وإلى اليمن حيث شنت مقاتلات التحالف العربي في وقت مبكر صباح الأربعاء سلسلة غارات جوية على مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة غربي البلاد وقال شهود إن مقاتلات التحالف العربي شنت سبع غارات جوية استهدفت مقر الشرطة العسكرية في منطقة الشعوب وسط صنعاء في العراق حول مثقفون وشباب من الموصل المكان الذي كان ينشر فيه داعش ملسقاته الدعائية ويوزع منه تعليماته الإرهابية حولوه إلى رصيف بعرض كتبهم ومؤلفاتهم التي تدعو إلى نشر المعرفة والأدب والشعر والفن والسلام مراسل أخبار الآن وسام يوسف والتفاصيل في هذا التقرير بالقرب من البنايات المتهدمة نتيجة العمليات العسكرية أقام شباب الموصل على أحد الأرصفة التي كان داعش يستغلها لنشر ملسقاته الدعائية والإعلامية أقام معرضا لبيع الكتب أسمه رصيف الكتب وهي خطوة لتشجيع الأهالي على القراءة واقتناء الكتب يمثل مشروع رصيف الكتب مشروع شبابي للنهوض بالثقافة في مدينة الموصل هذه المدينة التي عرفت أصلا بحبها للمعرفة والثقافة وخرجت العديد من الأسماء الكبيرة في مجال الأدب والعلم على مرضى العصور هذه المحاولة أجدها طبيعية تنسجم مع اتجاهات الشباب يعني شباب لديهم اتجاهات متعددة لكن ثم تتجاه آخر ظل مهمشا أو في الظل هو اتجاه نحو الثقافة ونحو الكتاب مئات الشباب يتجمعون نهار كل يوم جمعة على هذا الرصيف للإطلاع على الكتب والشرائها حيث كان داعش يمنع بيعها في مكتبات المدينة كونها لا تتوافق مع أفكاره الإرهابية وجود المثقفين ما شاء الله بكثرة مما يدل على عودة الثقافة إلى هذه المدينة بعد انقطاع أكثر من ثلاث سنوات ما يدل على أن الحياة أصبحت طبيعية ومستمرة ومستمرة ومثقفين وهذا الرصيف ما يدل على صناعة الحياة من جديد في هذه المدينة الشباب هنا اختاروا هذا الرصيف ليكون تجمعهم بجانبه كون التنظيم وضع الكثير من المحرمات انطلاقا من هذا المكان بينما يريد شباب الموصل اليوم أن يطلقوا منه مشاريع ثقافية وأدبية تبني ولا تهدم المشاركة كبيرة وفعالة على مستوى الحضور على مستوى تنوع الفعاليات انضافت لهذا السبوع لوحات وموسيقى وفن وقضايا تشكيلية أخرى إضافة للكتاب إعادة الكتب الفكرية وتجيع القراءة ثانية في الموصل غاية يحصن فيها الشباب مدينتهم من الأفكار الهدامة والإرهابية التي حاول داعش التأثير فيها من خلال ما كان يصفها بالمحرمات التي جاء بها لتغيير واقع المدينة والذي يعيده الشباب اليوم إلى مساره الصحيح فاصل قصير ونواصل أهلا بكم من جديد قلق متزايد وتحركات مكثفة على صعيد الأمن والاستخبارات حيث تستعد دول أوروبا لاحتفالات رأس السنة الجديدة وسط مخاوف من استهدافها بهجمات إرهابية منفردة في ظل موجة العودة إلى القارة العجوز التي بدأها مقاتل تنظيم داعش الإرهابي بعد هزيمتهم في سوريا والعراق ويمثل للإرهاب الكابوس الأكبر لدول القارة العجوز وخاصة التي تعاني من وجود متطرفين وعلى رأسهم فرنسا وبلجيكا وسط انتكاسات غير مسبوقة لتنظيم داعش في العراق وسوريا بعد طرد مقاتليه من جميع المراكز الرئيسية ولدت العديد من المخاوف من عودة ما يعرف بالذئاب المفردة إلى أوروبا لشن هجمات إرهابية خلال فترة رأس السنة الجديدة ففي روسيا أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي الثلاثاء ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لشن هجمات خلال احتفالات العام الميلادي الجديد وفي فترة الحملات الانتخابية للرئاسة ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي أليكزاندر بورتينيكوف قوله أن الجهاز كشف خلال عام 2017 عن نشاط 56 خلية إرهابية مؤكدا أن عودة المسلحين إلى روسيا بعد هزيمة داعش يمثل خطرا حقيقيا وكشف بورتينيكوف عن ضبط مجموعة لم يحدد عددها في منطقة موسكو كانت تحضر لأعمال إرهابية خلال عيد رأس السنة وفي فترة الحملة الانتخابية الرئاسية وأشار إلى أن المجموعة التي كانت تخطط لهذه الأعمال الإرهابية في موسكو هي من آسيا الوسطى وأضاف أن رجال الأمن صادروا من الإرهابيين متفجرات يدوية الصنع وأسلحة نارية وذخائر كما تم القضاء على مختبر لصنع أدوات الإرهاب وفي ذات السياق ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن داعش قام ببث تهديدات باستهداف الأوروبيين خلال احتفالات رأس السنة بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وعقد العديد من المسؤولين في إسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب اجتماعا لبحث كيفية تأمين الشوارع الإسبانية من أي محاولة للإرهاب بشن الهجمات وفي الوقت نفسه قالت السلطات الأسترالية أنها أحبطت خطة لهجمات في ليلة رأس السنة باعتقال شخص يدعى علي علي من مؤيدي تنظيم داعش ولد في أستراليا لكنه صومالي الأصل قالت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات البلاد تستعد لشن هجوم واسع النطاق ضد تنظيم داعش الذي يضم مقاتلين أجانب بينهم فرنسيون في شمال أفغانستان وأوضح المتحدث باسم الوزارة الجنرال دولة وزيري أن القوات تستعد لشن هجوم ضد داعش في ولاية ساري بولا وفرياب وجوز جان من الواضح أن علاقة غير سوية تفتقد للثقة تسود حاليا بين طالبان والقاعدة هذا الأمر لم يعد خفيا على أحد مؤخرا ولكن لماذا اليوم كثر الحديث عن الموضوع ولم يعد بالإمكان إخفاؤه تابعوا تحليلنا في هذا التقرير بلا شك أن الأضرار التي لحقت بطالبان نتيجة ممارسات القاعدة كانت فعلا جسيمة فالإطاحة بطالبان لم تتم إلا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي حصلت تحت عباءة طالبان وعلى ما يبدو أن الطالبان لم تنس الضرر الذي لحق بكيانها بسبب القاعدة وتصرفها المتهور بشن هجمات الحادي عشر من سبتمبر والتي أدت بالنتيجة إلى الإطاحة الفعلية بطالبان حينها طالب العديد من قيادات طالبان بوقف الدعم للقاعدة واليوم قيادات طالبان تطمح إلى لجم سرطان القاعدة صحيح أن الظواهر يهدد اليوم طالبان إلا أن تهديده فارغ المضمون حتى أن التمرد الذي واجهه الظواهر في سوريا ساهم في إضعاف موقفه ضد طالبان خارج أفغانستان فروع القاعدة لا تهتم كثيرا لطالبان وأي نزاع بين طالبان والقاعدة لن يستفيد منه إلا طالبان باختصار طالبان لديها فرصة كبيرة لتدق المسمار الأخير في نعش القاعدة يقبل الشباب في ليبيا على تطوير قدراتهم وتنميتها من خلال اكتساب لغات جديدة لغة أضحى اكتسابها مهما للغاية خصوصا في بعض الوظائف المزيد في هذا التقرير في هذا المكان يمضي عدد من الشباب والشابات ساعات طويلة لاكتساب لغة جديدة تختلف الأهداف والدوافع التي دعت كل متدرب لترمية قدراته في اللغة والالتحاق بدورات مراكز اللغات التي انتشرت بشكل كبير مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس طهى شاب يدرس في الثانوية يرغب في إكمال دراسته الجامعية بمجال الطيران أمر يدفعه لتعلم اللغة لتوسيع معارفه في مجاله الذي يتطور كل يوم هو يفيدني أني نقرأ في مجال الطيران إنجليزي يفيدني في مجالي لما نقف مع الأولاد أصحاب نشبه في الزوز تكلموا إنجليزي وأنا نكون مش فهم شيء هذا أول هدف أني خليني بنفع من اللغة والثاني بش يساعدني في قرائتي متدربون آخرون يتطلعون للدراسة أو الاستقرار بالخارج ويرون في تعلم اللغة ضرورة لتحقيق مشاريعهم مستقبلا هذا الإقبال قابله سعي القائمين على هذه المراكز لتوفير أفضل المعلمين للحصول على أفضل النتائج بتقديم تسهيلات كبيرة للدفع مراعة للظروف الحالية لاحظوا أن الشباب حابين يطوروا في نفسهم حابين يوضحوا أو يوصلوا صورة أن الشباب حاب يتعلم حاب يساعد في بناء الوطن يحاول يكون عندها رغبة والحمد لله يعني تطور ملحوظ جدا استجابة هلبة أولياء الأمور كذلك أولياء الأمور يعني متفعلين هلبة محاولين أنهم موفرين سبل الراحة لأطفالهم اختلفت رغبات ودوافع هؤلاء الشباب في تعلم اللغة لكنهم اتفقوا جميعا على تسخيل لغتهم في تطوير ذاتهم وبالتالي المساهمة في بناء ورفعة بلدهم معتزل خريف لأخبار الآن طرابلس باع تنظيم داعش الإرهابي حتى الآن 1700 فتاة وامرأة أزيدية عراقية بالعملة الصعبة على سماسرة بدورهم باعهن إلى ذويهن بأموال طائلة بعد ثلاثة أعوام من اقتيادهن جاريات وسبايا للاستعباد الجنسي من قضاء سنجار وقراء غربي الموصل شمال العراق المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعهده الزميل جمال العريبي الطفل هو اسمه خلف غريب خضر من مواليد 9-1-2008 وسعر المبلغ المطلوب 165 ورقة دولار يعني 16500 هذا والثانية البنة أختها أيمن خلف غريب المواليد 10-12-2001 يعني عمره 16 سنة المبلغ المطلوب 111 ورقة دولار هذا موجود طفل وأخته للبيع هذا ما جاء في نص الرسالة التي أرسلها والد الطفلين الإزيديين يطلب المساعدة من مكتب المرجع الديني للإزيديين لتحرير ابنيه من قبضة داعش ويعرض تنظيم داعش الإرهابي يوميا فتيات ونساء إزيديات مع من بقي من أطفالهن للبيع على المهربين وتجار الرقيقة خصوصا بعد طردهم من الموصل نعم انتهى الحرب لكنه لم ينتهي قضية الصبايا وقضية السبايا الإزيديات لحد الآن أكثر من 2800 بنت إزيديا بين أنياب داعش وبيت قبضة داعش فايزة وهيفاء وسوسا وشيرين كلها أسماء لنساء إزيديات تم تحريرهن من قبضة داعش بعدما تم وبصعوبة بارغة جمعوا لكل واحدة منهن مبلغ مالي يقدر ب17 ألف دولار من أجل تحريرهن الجماعة الذين كانوا في اتصال معكم كانوا يشترون بنات البنات من مثل إيد لإيد الداعش يبيع ب50 أو 500 أو 100 دولار حسب قيمته يبيع والثاني للأخير يزيدي يشتري بدفتر كامل يعني 10 ألاف دولار أو مرات يصل إلى أنا عندي رسالة موجودة بتلافوني قبل ما أصل إلى دبي وصلي بنوأك ولد يعني طفل وطفلة أحدهما بدفت يعني ب17 ألف وخمسمية وأكد هادي باب الشيخ بأن عدد المختطفات الإزيديات اللوتي تم شراؤهن من قبل ذويهن من قبضة داعش وصل إلى ألف وسبعمائة فتاة ومرأة مقابل أموال طائلة جزء كبير منها يحصل عليه التنظيم بواسطة سماسرة وتجار البشر كما تساءل عن مصير باقي الإزيديات المفقودات جمال عريب الأخبار الآن أبو ظبي نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل في كأس العالم للأندياء طموح الجزيرة يصطدم بحامل اللقب ريال مدريد أهلا بكم من جديد نتوقف مع جولة الصحف نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت حمى الخوف من الارتباط تصيب الرجال أكثر من النساء وفقا لدراسة حديثة أجراها موقع إي هارموني فإن 71% من الرجال العزاب يشعرون بضغط كبير فيما يخص العثور على شركة حياتهم وذلك مقارنة بنسبة 58% من النساء علما بأن النساء يميدون أكثر إلى العلاقات الرسمية التي تنتهي بالزواج صحيفة الوطن مرض الكلا يزيد من خطر السكري فقد أظهرت دراسة أمريكية أن مرض الكلا يزيد من خطر إصابة الأشخاص بمرض السكري وأجريت الدراسة في كلية الطب في جامعة واشنطن ونشرت نتائجها أمس في دورية كيدني انترناشنال العلمية وأوضح الباحثون أنه من المعروف أن مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلا لكن الدراسة أثبتت أن العكس صحيح أيضا وللوصول إلى نتائج الدراسة فحص الباحثون السجلات الطبية الوطنية لمليون وثلاثمائة ألف شخص بالغ خلال خمس سنوات ابتداء من عام 2003 صحيفة الوئامة السعودية تويتر يكشف عن خاصية جديدة تتيح دمج التغريدات فقد ذكرت شركة تويتر أنها ستضيف زرين من شأنهما أن يسمح للمستخدمين برؤية وإضافة تغريدات جديدة لأخرى موجودة بالفعل على نفس الموضوع بشكل أيسر وتعد الميزة أحدث مثال لتغيير موقع التواصل الاجتماعي خاصية أو إضافة خاصية جديدة بعد مراجعة رد الفعل للحفاظ على التواصل مع مستخدميها الفعالين الذين يتجاوز عددهم 300 مليون شخص شهريا يتهافت الملايين من الناس على تناول المكملات الغذائية من الفيتامينات وتعددت ابتكارات الشركات في صنع الفيتامينات وأشكالها إذ ابتكرت شركة أمريكية منتجا لاستنشاق أبخيرة الفيتامينات بدلا من تناولها على شكل مكملات غذائية تفاصيل أوفة مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن عبير عبدالله صممت الفيتامينات لتوفير المعادن الأساسية اللازمة لتحسين سير الجسم جنبا إلى جنب مع تحقيق التوازن بين حاجة الجسم اليومية الموصى بها والمفقودة من الاستهلاك اليومي وتعددت أشكال المكملات الغذائية منها ما هو سائل أو أقراص أو حقل لكن حاليا ابتكرت شركة أمريكية منتجا جديدا على شكل قلم معدني رفيع يشبه السجارة الإلكترونية يعتمد على استنشاق بخار الفيتامينات بدلا من تناولها على هيئة أقراص أو حقن أو على شكل مكملات غذائية هذه التقنية الجديدة قد تلقى رواجا كبيرا في الأسواق وبالرغم من عدم وجود دراسة حالية تثبت إن كان مفيدا أكثر من تناول أقراص الفيتامينات أو حتى تناول الغذاء الصحي وذكر أحد المشرفين على المنتج أن تقنية الاستنشاق الصحي توجه جديد نحو الاستنشاق الإيجابي إذ يمكننا اليوم الخروج بمنتجات قابلة للاستنشاق والاستفادة من عناصرها الكيميائية ولكن يظل السؤال أيهم الأفضل عند تناول الفيتامينات تناولها كأقراص أم حقنها أم استنشاقها وبحسب الخبراء عند استنشاق الفيتامين يحصل الجسم على جرعة سريعة وشعور مفاجئ وفوري لكن الجسم قد يهاجمها في المرة التالية وعند حقن الفيتامين في الدم تبقى في العضلات وتنتشر بطيئا في أنحاء الجسم وتمكن هذه التقنية الأشخاص من استنشاق الفيتامينات يوميا لمرات أقصاها خمسون مرة ويمكن تعبئة القلم بأنواع مختلفة من الفيتامينات كل خمسة عشر يوما في أخبار الرياضة يبدأ ريال مدريد اليوم مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة نادي الجزيرة لمرته في نصف نهائي المسابقة ويشعر الريال بحالة من التفاؤل قبل بدء مشواره في المسابقة خاصة مع الحالة المعنوية المرتفعة لنجمه كريستيانو رونالدو الذي توجه بجائزة الكرة الذهبية هذا الأسبوع بجانب تسجيل ثنائية في مرمائش بيليا في الفوز بخماسية نظيفة في الليغة في أجمل مباريات ريال مدريد هذا الموسم التقرير التالي والتفاصيل مع بلوغ منافسات كأس العالم للأندية في الإمارات أوجهة يستهل أصحاب اللقاب مبارياتهم أملاً بتحقيق ما لم يسبق لأي فريق تحقيقه سابقاً ألا وهو الحفاظ على اللقاب إلى أن بانتظار ريال مدريد لن يكون فقط خصم محلي متمثل بناد الجزيرة بل عدد هائل من جماهيري أبوظبي والإمارات الحاضرين في إحدى أكثر المباريات الشعبية في الموسم وبعد أن سجل الفوز بهدف دون رد في باكورة مبارياتهم ما من شك في أن عشاق المستديرة الساحرة في البلاد يمنون النفس بحصد الفوز مجدداً واقتناس مفاجأة كبيرة أمام خصم من العيار الثقيل وإلى جانب وصولهم للإمارات كمرشحين فوق العادة لنيل لقب البطول الأهم في العالم على مستوى الأندية يتجه الناد الملكي لموقعته الأولى في أبوظبي عقب تحقيقه فوزاً عريضاً بخماسية نظيفة على إشبيليا وترك سينتياغو برنابيو بروح معنوية عالية أما نهد الجزيرة فهو مدرك تماماً للخطر الذي يشكله بطل أوروبا إلى أنه يتطلع للاستفادة من خدمات حرسيه المتألق على خصيف وقلب الدفاع مثلاً فايز في الخطوط الخلفية بالنظر إلى شباك نادي التي لا تزال ساكنة لحد الآن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكد بدوره على أهمية الفوز بكأس العالم للأندية لتكون خير ختام للفريق الملكي لعام 2017 ورونالدو هو الهدف التاريخي للبطولة بالتساوي مع ميسي وسواريز نجمي برشلونة وبزار دلغادو ويأمل الدون الانفراد باللقب من خلال البطولة الحالية في أبوظبي وفي السياق ذاته طاح فريق جريميو البرازيلي بمنافسه باتشوكا المكسيكي من الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2017 بفوزه عليه في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ليكون بذلك أولى المتأهلين إلى نهائي مونديال أبوظبي ويدين الفريق البرازيلي بطل كأس لبارتادوريس لكرة القدم بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه البديل أفرتون سوس سواريز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بالدقيقة الخامسة من زمن الشوطى لضفي الأول أكدت نتائج دراسة علمية حديثة نشرتها المجلة الطبية المتخصصة في النوم أن من ينام لساعات أطول ولا يحب الاستيقاظ باكرا أذكى من غيره والسبب وفق الدراسة هو أن الجسد في العادة لا يحتاج إلى منبهات للاستيقاظ من النوم لأنه مبرمج للاستيقاظ بشكل طبيعي ويتفاعل جسد الإنسان بشكل تلقائي مع شروق الشمس كمنبه طبيعي للاستيقاظ وغروبها كفترة للنوم قبل الختام تذكير بأبرز العنوي واشنطن تبدي استعدادها للحوار مع بيونج يانج وزعيم كوريا الشمالية يتعهد بجعل بلاده القوة النووية الأولى في العالم التحالف يشن سلسلة غارات على مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء والحديدة إن كنتم تجدون صعوبة في الاستيقاظ لا داعي للقلق فهذا دليل على ذكائكم وصلنا للختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته موجز لآخر وأهم الأنباء يأتيكم ما بعد قليل ابقوا معنا اشتركوا في القناة